دكتور رعلاوي من العاصمة بغداد زيارة وزير الخارجية السوري إلى العاصمة بغداد هل بالفعل ستنهي الملفات الخلافية مثل تهريب المخدرات وضبط الحدود بين البلدين؟ يعني مساء الخير عليكم مساء الخير على ضيفك ومساء الخير على المشاهدين الكرام يعني أكيد العلاقات العراقية السورية في تقدم كبير وكذلك بالمقابل في تفاهم واسع يتوسع باتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وبالتالي مكافحة الإرهاب والقضاء على المخدرات والتعاون الأمني المشترك وكذلك بالمقابل مواجهة ملف المياه وكذلك بالمقابل الشراكات التي تحدث خلال المرحلة المقبلة وهي في قضايا عمار سوريا وكذلك بالمقابل في ملف الحدود العراقية السورية وكذلك بالمقابل في مسارات التعاون العربي المشترك بعد عودة طبعا سوريا إلى الجامعة العربية وهذه العودة التي أكد عليها العراق يعني منذ عدة سنوات وراء أن الحل السياسي هو الحل الأساسي لبناء الدولة السورية ولدينا كذلك شراكة مع الجيش العربي السوري خلال السنوات السابقة في الحرب على داعش ومنذ 2014 تشكلت غرفة التنسيق الرباعية واستمرت في تبادل المعلومات الاستخبارية وبالتالي هذه الشراكات الآن تؤسس إلى مسارات متعددة وبالتالي سيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشاع السوداني مهتم جدا بقضايا تطوير العلاقات البينية والسياسية والاقتصادية من جهة وكذلك العلاقات الأمنية على صعيد مكافحة المخدرات مواجهة الإرهاب تبادل المعلومات الاستخبارية باتجاه القضاء على التنظيم الإرهابي داعش وكذلك قد تكون جماعات إرهابية أخرى وكذلك بالمقابل مواجهة التحديات الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر وغير حقيقة من التحديات الأمنية الأخرى التي تجعل البلدين ينصبان من خلال القيادة السياسية إلى التعاون والشراكة والحوار فيما بينهما